اشتركوا في القناة النوافل هي ليست فقط في الصلاوات بل تتعدها إلى حتى الصيام. المثل ولله المثل الأعلى. رمضان عندما نصم رمضان تأتي أيام ستة من شوال. وهناك أيام الضيط. وهناك الصيام الثاني والخميس. التسعة وعاشرة مثلا. فهذه كلها من الأعمال المستحبة التي تجبره ذلك النقص الذي يعتر الصيام في رمضان. وكذلك صلاة النوافل. لقد تطلبه قبل الظهور. مثل الركيعات. وبعد الظهور. ولا قبل العشاء. ولا مرعشاء. هذه النوافل وكذلك تحية المسجد. الفضل ديالها. وأنها تجبر هذا النقص الذي يكون في الصالة. واشي ان شاء الله سنتكلموا عليه. فهذا الموضوع ديالنا وفهذا الحلقة ديالنا المباركة. حباب ديالنا النوافل لها فوائد جمع. أول هذه الفوائد. أنها ترفع صاحبها في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما من عبد مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بهذا رجع. شوف هذا الخير اللي في النوافل وفي الطاعات. الثانيها. تمسح أخي الفاضل أختي الفاضلة عنك ذنوبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن العبد إذا قام إلى الصلاة أتى بذنوبه كلها. فودعت على عاتقيه. فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه. الله أكبر. يعني كيكون وحد الأمر عظيم وأن الإسلام نكي يصلي وكيجي. إحنا كنا محملين بالمعاصي والذنوب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لو لا أن تذنبوا لأتى الله بكم وأتى بقوم يذنبون وفيستغفرونه فيغفر لهم. ثالثها. أي ثالثها للفوائد اللي في النوافل. الحضوة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. حيث أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يا رسول الله أريد مصحفتك في الجنة. وفي رواية أخرى في الصحيح قال يا رسول الله. أني أتمنى شفاعتك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام. أعني بكثرة السجود. كثرة السجود أي كثرة الصلاة. رابعها تجبر النقص في الفرائد. ذاتي لقم النذاب. حتى أنه جاء في الحديث أن الله تعالى يقول لملائكته انظروا في صلاة عبدي. أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامه كتبت له تامه. وإن كانت ناقصه قال المولى عز وجل انظروا إلى عبدي. وهل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع فتقول لهم الله عز وجل يعني أتم لعبدي فريضته من التطوع. هذا التطوع اللي نديره كي يجبرنا هذا النقص اللي كان في الصلاة. والكثير مننا يعطينا نقص مثلا في الصلاة تكون مع برد تنصليه وكان سهو في الصلاة ديالنا. أو تكون نصليه مثلا وكانت تكره بأننا ما مضيش كم شون تبضى وكان قطعوا الصلاة ديالنا. أو كان نصليه واشو الوقت ديالنا. إذا لها ودى الكامل ولله تعالى. فنصلي ونقوم بالنوافل من أجل أن نسمو بتلك الطاعات لأن الحباب ديالنا. إحنا واحد مسأله ولا بد أن نضع له وحد الخط أحمر. كل شيء كنوجدو له. إلا مع سبحان الله العديم. إلا مع الأسف صلاوات ديالنا. من كنبغلون شو نشيد مع الأسف ونعطيكم مثال. كان لبسو ذلك النعل لدينا القديم في الدار. كان لبس لكا وكان قد نقول حقا غادي غير الجامعة. وكما تكون لدينا واحد اللي قام عاشي مسؤول وفي شي حفل كان وجدو له. ولله المثل الأعلى. لا الحباب ديالنا. دائما نستقبل الله تعالى في الصلاوات وفي الصيام دائما نستقبله بريح طيبة وبصورة طيبة لعل الله تعالى أن يتقبل منا. خامس هذه التمار يعني التمار النوافل وهي أن صاحبها ينال محبة الله تعالى وإجابة الدعاء. ولذلك جاء بالحديث القدسي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذبي لأعذنه. الله أكبر. يعني كتولي في حفظ الله تعالى. وتبجأ بالنوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تنان محبة الله تعالى. وإذا انت محبة الله تعالى صرت تعيش مع الله تعالى. تبصر بنور الله. وتبشي في نور الله. وأي عمل عمل يكون في رعاية الله. أحبة الكرام فالنحر الجميعنا على الكزام النوافل. ونحن في شهر الطاعات وخاصة نحن في هذا الحجر الحجر الصحي. يعني نكتر مثلا من قراءة القرآن من قيم الليل من الصلاة التراويح في البيت ذينا. مع ولداتنا ومع الأقارب ذينا في البيت. بهذا العمل نكون قد تقربنا إلى الله تعالى. نسأل الله تعالى. يعني في هذا الشهر المبارك أن يتقبل مني ومنكم. أسأل العلي القادر أن نجعل عملنا صالحة. ولوجه الله خالصة. وأن لا يجعل الأحد من عباده فانصيبا. اللهم يا ربي اللهم يا ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربي إنك تعلم ضعفنا فاللهم قونا اللهم قونا اللهم قونا اللهم رفعنا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين حتى نعود إلى أيامنا العادية الاعتذاء يديا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين اللهم صلي على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صلي على سيدنا محمد في الملائي الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة